اشتركوا في القناة البيان اللي صدر عن مجلس القضاء الاعلى والمحكمة الاتحادية بانه قد وصلتهم تهديدات ووصلتهم وسائل تهديد عبر الهاتف وانهم يتعرضوا لضغوط كبيرة لاصدار القرار بالامر الولائي بحل مجلس النواب لذلك قرروا تعطيل عمل القضاء طبعا القضاء معطل اساسا عطلوا القضاء في محافظات الوسط والجنوب بسبب ما يعني محاصرة انصار التيار الصدري من مبنى مجلس القضاء الاعلى في بغداد طيب وبعدين هم تراجعوا عن هذا انسحبوا جماعة التيار الصدري وعادوا الى العمل قالوا عادوا الى العمل ونقابة المحامين طبعا علقت اعمالها وهكذا المهم السؤال اللي يطرح نفسه هو القضاء العادل يعني ما هي معايرة اذا كان قضاءا عادلا في العراق وهو لا يقبل بالظلوم ولا يقبل بالتعدي عليه هو مستقيل مثل ما قالت كثير من البيانات صدرت من ميليشياوين ومن اطراف العملية السياسية القضاء لا يمسوا القضاء قطة نحمر طيب وقضاء المستقل كثير من اللي عندما تقرأ مؤشر تقرير مؤشر قياس دولة القانون حول العالم هذا يصدر هذا المؤشر سنويا وتجد الدول والمعايير طبعا العراق غير موجود بي ما يتحدثون عنها الحقيقة يتحدثون ربما عن سبعين دولة وهكذا عندما تقرأ هذه التقارية ستجد انهم يتحدثون عن معايير محددة واحدة من هذه المعايير التي تؤكد ان القضاء مستقل وشريف ونزيه وعادل هي الشفافية في العمل هل هذه موجودة في العراق؟ هل محاكمنا وقضاءنا؟ يمتلك هذه الشفافية واحد يتحدثون في النقطة الثانية غياب الفساد والفساد ليس في اروقة القضاء فقط لكن في البلد عموما لان منظومة القضاء لا يمكن ان تكون موجودة على التلي وباقي مؤسسات ما يسمى بالدولة وغير موجودة في العراق وباقي المؤسسات وأقصد بها المؤسسة المؤسسة التنفيذية المؤسسة التشريعية والمؤسسة القضائية المؤسسات الثلاثة التي تحكم البلاد المؤسسات الأخرى فيها فساد وخراب ودمار وضياع العراق وهذه المؤسسة وأحدها تغرد خارج السرب هذه غير موجودة ولا تعقل ولا يمكن الوثوق بها لأن هذا كلام غير منطقي يقولون أن دور القضاء العادل والمستقل دور كبير تحدثون هذه في التقارير مؤشر قياس دولة القانون حول العالم تحدثون عن دور نظام القضاء العادل في نمول اقتصادي لأن الناس تثق بالقانون فيشجع المستثمرين الأجانب القدوم إلى البلد واستثمار أموالهم لأن القانون يحميهم والمواطن أيضا يشجع لأن القانون موجود ودور القضاء قوي في استثمار أمواله في استخدام أمواله في استثمار أمواله في مشاريع داخل بلده هل هذا يحصل في العراق؟ فبالتالي أنت تقيس على ذلك هذه هي جزء من نقاط من معايير معينة تقيس عليها وتقيس على القضاء العراقي وأنت تسأل نفسك وإحنا كنا نسأل نفسنا لماذا لم يحرك القضاء ساكن التسريبات المالية مثلا؟ لماذا؟ يعني سمعنا قالوا محكمة مدري منية محكمة الكارخ مدري إيش تكو بيها طيب وين الجسم؟ لماذا لم يحرك القضاء العادل إذا كان عادلا؟ يعني ساكنا في قضية قتل المتظاهرين في ثورة التشري من عام 2011 لحد الآن مرت قرابة ثلاث سنوات على مقتل ألف شاب عراقي وجرح ثلاثين ألف لم نجد شيئا من القضاء العراقي وهذه يعني حتى تسريبات وزير الصناعة وتسريبات المالكة هذي متمس الأمن القومي العراقي لماذا لا يتحرك القضاء العراقي؟ لم يتحرك مهم وصدعوا رؤوسنا بالخط الأحمر الذي يسمى السلم الأهلي مهايتمس السلم الأهلي قتل المتظاهرين والعبث بأموال الدولة والعبث بالمناصب وتهديد الآخرين ومشاركة الآخرين حاجة عن عصابات وقتلوا ذبحوا وانقلابات ما هاي القضية؟ ولكن لا يحصل شيء الحقيقة يعني لماذا لم يحرك القضاء ساكنا في قضية الفساد؟ يعني ما يضغطون علي يطلع لنا كم ملف فلان وفلان قديما الوزير السابق النائب السابق المدير عام مدري بينه لكن لا يتحدثون عن عزاب فاسدة لا يتحدثون عن شخصيات فاسدة لا يتحدثون عن من بددوا الأموال وتركوا البلاد للطالح يعني لكل من دبوا وهب والحدود مفتوحة وإيران تغولت وين القضاء عنهم؟ معقولة ما حد تشتكي عليهم والناس تشتكي وين القضاء العادل من النجازر التي ارتكبت من قبل الميليشيات ويوميا مكتشفين مقهرة جماعية؟ وين القضاء العادل؟ وين القضاء العادل والسلم الأهلي اللي صدع برؤوسنا يمس مسا قويا؟ ولم يكن هناك سلم أهلي في العراق الخلاصة أن القضاء العراقي منذ عام 2003 ولحد الآن هو تابع للقرار السياسي ومعبر عن متطلباته وحاجاته بذراع قانونية وإلا في عام 2010 عندما فاز ياد علاوي هذا كمثال طبعا ياد علاوي والمالكي هم في نفس المركب لكن كمثال على ما حصل عندما المحكمة الاتحادية تدخلت ووقفت مع المالكي لكي لأن السفارة الأمريكية وسفارة يرانية اتفقوا على ذلك إذن هي معبر عن الحاجة السياسية عن القرار السياسي عن متطلبات وحاجات السياسة وفوزوا المالكي وهي كذبة كبيرة ولعبة كبيرة يعني يعتكفون هل يمكن أن يعتكف القضاء في بلد مثل هذا بهذه المصائب وفي فساد وفي خراب وفيقتل وين القضاء؟ من هاي العشار اللي شايل أسلاح خفيف وثقيل ودبابات ومدفعية تضارب يومية وين القضاء؟ وين القضاء؟ من هذا الفساد من المتاجرة بالأموال متاجرة بالأعضاء متاجرة بالمخدرات وضع الصحي الوضع التعليمي وين القضاء؟ ما هذا كله يتعلق بالقضاء؟ يتعلق يعني لماذا لم يحرك ساكنا؟ القضاء ساكت إلا عندما تمثل العملية السياسية فهو يتحرك لأطراف معينة لصالح أطراف معينة لكي ينقذ العملية السياسية من مزقها هذا وضع القضاء وكأنه وجد لتسويق بقاء العملية السياسية ولدعم العملية السياسية ولدعم أحزابها وقواها هذا دور القضاء في العراق مع الأسف الشديد يعني هذا الدور لا يتناسب مع احتجاب القضاء والقول بأن القضاء يعني يتوقف في مناطق معينة وفي محافظات معينة احتجاجا على كذا ما هو القضاء إذا كان عادلا ومستقلا عليه أن يكون عادلا ودقيقا في كل شيء لا يقبل أن يكون تحت مظلة أي من القوى السياسية وهو مع مظلة الوطن فقط ومع ظلة القانون قبل ذلك قانون يطبق القانون فقط مهما كان خصومتهم مع من هذا واقع الحال وهذا دور القضاء وهذه المعايير التي تقبل من القضاء أما عكس ذلك فالقضاء ليس عادلا وليس مستقلا أترككم أعزائي المشاهدين بخير وألتقيكم في حلقة أخرى إلى ذلك الحين أستودعكم الله والسلام عليكم